اشتركوا في القناة يا الشهادة الشعب المصري ملوش كتالوك الشعب المصري ما يقبلش ان محتل يعيش في ارضه متهني وده مش كلام انشاء ده التاريخ اللي بيقول التاريخ بيقول ان ما حدش له حاجة عندي ولا عاش ولا كان اللي هيكسر شوكة البلدي عقل بيعت دي مصر عصية وعنيدة وحرة وقوية واللي يحاول يهدمها أنا ببنيها بيدي ده الشعب اللي تحق بلاد وعمره ما قصر محتل اللي بدل ما يقصر هو اللي تقصر مقدرش يغير ملمحنا خد منينا طريقتنا وروحنا وخرج من بلدي بيتكلم عربي مكسر دي بعد يضربوا بيها الأمثال إرادتها بجد عجيبة كل اللي دخل ما خرج منها بيجور ديول الخيب مكتوبة على بقها اللي هيجي عليها هيتزال وأجرك الله ع الشعب المصري ده ما لهوش حال موسيقى ده سنين وعدوه هنفسه يفكر شفرتها وأجيل وراجيل تعلم منها بعفرتها وملخص موضعنا ده كله الحر محدش يحتله ويويله اللي يفكر ويهو بناحيتها دي بعد يضربوا بيها الأمثال إرادتها بجد عجيبة كل اللي دخلها خرج منها بيجور ديول الخيب مكتوبة على بقها اللي هيجي عليها هيتزال وأجرك الله ع الشعب المصري ده ما لهوش حال موسيقى موسيقى مرحب بيكم مرة أخرى بعانا فقرة أخرى متصلة طبعا من دي صلاة أكتوبر المجيدة في ريديا الخمسين وهي ما هو دور القوة النعيمة كان في هذا التوقيت ساعدنا أن يكون معنا الدكتورة ساناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي السينيما أهلا بحضرتك أهلا وسهلا من صباح الخير كل سانس طيبة أولا وزي ما قلت كيف كان للقوة النعيمة دور بارز في إبراز البطولات في حرب أكتوبر المجيدة كل سانس طيبين أكتوبر أو حرب أكتوبر هي أهم يمكن حدث في تاريخ مصر المعاصر بطولة وملحمة عسكرية عظيمة يمكن كل سنة بنحتفل بحرب أكتوبر يتجدد الأمل أن الأجيال الجديدة تتعرف تاني على الحرب العظيمة دي وعلى الملاحم اللي تقدمت فيها وعلى أبطالنا وعلى شهدائنا المرأة أو القوة النعيمة الحقيقة كانت يمكن حرب أكتوبر تتعرف عن دور الفن يعني ما أقدرش أفصل يعني ما أقدرش أفصل دور الفن عن الحياة يعني المرأة دايما هي كات الظهير يعني المرأة لازمت الرجل في كفاح حطود الوقت في كل الأوات حرب أكتوبر كانت تتمة البطولات وملاحم كبيرة تقدمت بعد يمكن فترة الاستنزاف حرب الاستنزاف بعد 67 فتقدمت نمازج رائعة نسوية صحيح المرأة مكادش على جابها لكن الحقيقة إن المرأة كالطول الوقت بتقدم أدوار مهمة وأدوار صعبة وأدوار تبدو فيها شيء من الشجاعة المفرطة يعني صحيح إن المرأة ما كانش ليها دور كبير في حرب أكتوبر يعني على الجابها لكن ما أقدرش أغفل أبدا مثلا إن فنانين كبار كانوا نجمات ملء السمع والبصر طوع كنت هتكلمك عن دول الفنانات في حرب أكتوبر إحنا الحقيقة يعني الفنانات والفنانين ما أقدرش أقدر أفصل أول لأن ده حدث وطني ضخم يعني يمكن حرب أكتوبر ما تصورتش وقتها نتيجة لسرية الموعد لكن بعد الحرب على طول حصلت زيارات مكسفة من الفنانين لتسجيل الشهادات وكان فيه طبعا بعد يعني مقامة الحرب راح عدد من التسجيليين وخدوا الكاميرات وصوروا هناك الأفلام اللي تقدمت عن حرب أكتوبر تبدو بالنسبة لحدث عظيم زي ده مش كافية لكن أنا بعتقد أنها كانت إسهام وقتها عظيمة عشان كده دلوقتي حتى في الاحتفالية سيدة الرئيسة أبرزوا موضوع المنصة الإلكترونية التي يجب أن تجسد أفلام مصائقية عن حرب أكتوبر لحاجة عظيمة طبعا طبعا هو لو إحنا شفنا مثلا الأفلام اللي تعاملت عن الحرب العالمية الثانية أو عن حروب أخرى في بلاد هنلاقي أنه عندنا نقص فيه النوع ده عموما من الأفلام راجع لعدد أسباب يعني منها أن أفلام الحرب مكلفة بشكل عام الحاجة الثانية أنه فعلا يمكن تبدو مسألة أن أنا أعمل فيلم عن حرب زي حرب أكتوبر تبدو صعبة لكن الحقيقة أنا عارفة أن تم رصد شهادات كتير من أبطال ومصابين وأهالي شهدة مش بس على مستوى شهادات الحية على مستوى مذكرات تتثابت وعلى مستوى لقاءات مع قادة الحرب وكل ده موجود يبقى فقط أنه يبقى عندنا إرادة أنه نعمل أفلام توثيقية وأفلام روائية يعني الحقيقة أنا عارفة أن أفلام الحروب ما بتنهضش بها كينات صغيرة وبالتالي عادة بتتدخل الدول أو تتشارك مع المنتجين في أنهم ينتجوا النوع ده المكلف جدا من الأفلام هنتكلم عن دور المرأة زي شفت دور المرأة في حرب أكتوبر المرأة طبعا ما كانش موجودة على الجبهة في الخلف لكن المرأة مثلا اللي بيقرى في أدبيات الحرب هيكتشف أن المرأة قامت بأدوار غريبة ومهمة ومضهشة وجسورة جدا سواء مثلا في استخدام أهل سينة من الفتيات أو النساء في الاستطلاع وعمليات التموية ونقل الأغذية ستات الشعبيات العاديات كانوا بتبرعوا بأبسط ما يملكنه من ملابس من أواني زي النحاس اللي كان ليه إيمة زمان بيتبرعوا يعني كانوا بيعملوا أكل وبعتوه للجنود على الجبهة كان في حقيقة يعني ستات يمكن بحدش يعرف عنهم حاجة كانوا بيقوموا بأدوار يعني مضهشة في دعم الجنود على الجبهة عايز أقول كمان فكرة التطوع للتمريض يعني كتير من ستات رباط بيوت ومعلمات راتل كان يوم دوره عظيم الحقيقة راحوا أخذوا دوارات في الهلال الأحمر وكانوا موجودين في المستشفات في السويس وموجودين في الجبهة للصعافة للمصابين التبرعوا بالدم الحقيقة يعني المرأة كانت طول الوقت مش فقط هي أم البطل ولا أم الشهيد لأن ده جزء مهم جدا إزاي إن ممكن المرأة تربي بطل إن في النهاية وفي الأول والأخير التربية هي مسؤولية الأم فإزاي حتى إن النساء العاديات في الصعيد كان لما يروحوا بلغوهم إن ابنهم استوشهد أو إنه مفقود وشهيد أو محتمل يكون شهيد بعضهم كان بيزغرات وبعضهم كان بيحاول يتأكد إن ابنها ما جريش من المعركة وإنه ما تضربش من ظهرون ودي روايات مسبتة طبعا ده ما كانش بس على مستوى المرأة العادية كان على مستوى الفن كمان فإننات كتير اطوعوا في الإسعاف في الهلال الأحمر زي فتن حمامة وناديا لطفي وكانوا موجودين طول الوقت في المستشفيات موجودين طول الوقت في الجبهة تحية كاريوكا فإننات كتير الحقيقة يعني نزلوا من علياءهم ونزلوا وسط الناس وبتدوا يدعموا حتى هم المصابين ما بعد الحرب وراحوا بيوتهم وقعدوا مع أهليهم الحقيقة المرأة في حرب أكتوبر سواء قبل حرب أكتوبر أو بعد حرب أكتوبر يمكن الفن يعني يمكن ما حصلش كتابات موسعة على مستوى الأدب منتوج نسائي يعني ما حصلش مثلا إن الفن التشكيلي عكس ده قوي على مستوى صحيح فيه فنانين تشكيليين رجال عملوا ده وكتاب رجال كتبوا ده لكن الحقيقة المرأة كان طول الوقت على الأرض وحب أشير إلى مثلا فنانة عظيمة زي مجدى الصباحي لما أنتجت فيلم مهم سنة 78 إخراجة لمخرج الكبير محمد راضي اللي هو العمر لحظة الحقيقة وضعت مبلغ ضخمة جدا وخسرت لأن الأفلام دي ما بتجيبش فلوس في الشباك لكن ما كانش ما اعتقدش إن منتجة مهمة زي مجدى كان يمهل مكسب من وراء فيلم زي العمر لحظة يعني اللي أخذ من أول من بعد 67 لغاية انتصار أكتوبر طيب حضرتك يعني أستاذ بالمعهد عالي السليمة في هذه الأيام إيه اللي بتدي للطلق يعني أكيد يعني في هذا في هذا التوقيت بيبقى في طلاب بتوعي ما حضروش هذه الفترة طبعا من حرب 73 فحضرتك بتقول لهم إيه في هذه أنا طلابي الحقيقة من فترة يعني أنا كنت اتكلمت في الموضوع ده في أكتر من موضع إن أنا كنت بتفاجئ إن الأجيال الجديدة ما تعرفش حاجة عن حرب أكتوبر أو يمكن تعرف عنوان وما تعرفش إيه اللي حصل في حرب أكتوبر ولإن أنا بدرس تاريخ سينما عربية فبنتهز الفرص دايما إن أنا لما تيجي مناسبة زي دي إن أنا أتكلم عن الحرب وأتكلم عن سينما الحرب بما إن هما بيدرسوا سينما وأتكلم على أهمية إنهم يقروا في أدبيات الحرب لأن الحرب ما هيش مجرد موقع حربية الحرب دي جزء من تكوينهم وإجدانهم الوطن لو هما مش قادرين يتزوقوا أدبيات الحرب دي ويعرفوا إيه اللي حصل في ملحمة كبيرة دي حرب أكتوبر الحقيقة المصريين من تمانية واربعين لتلاتة وسبعين لم يكفوا عن النضال وجاءت تلاتة وسبعين دي تتويج وحول المشوار طويل جدا الحقيقة الأجيال دي ما حضرتش المعاناة دي ما حضرتش التهجير ما حضرتش حتى لو كان في بيتهم شهيد أو بطل فأغلبه توفي أو سنهم كبير فأنا الحقيقة ما بفوتش فرصة حصوصا أن أنا أبويا كان من قطل حرب أكتوبر فما بفوتش فرصة أن أحكد سواء من واقع التجربة أو من الإيرايات أو أن أنا أدفعهم حتى أن هما يكتبوا عن حرب أكتوبر وأنا كان عندي طالب لا مهمة قوي لأنه طبعا إبراز الانتماء يعني الانتماء ده حاجة عظيمة ولابد أن نقف عند هذه النقطة خاصة يعني في هذه الفترة أيضا في مصر مش ممكن هقدر أزرع الانتماء في الحاضر ما لم أكون التاريخ جزء من المجداني طبعا فحقيقة حرب أكتوبر ممكن يعني أنا اتولرت بعد الحرب بسنة وبتفاجئ أن أعد عليها خمسين سنة مصد قرن الصحيح ما هواش زمن طويل بس كمان مش زمن قليل فإحنا هتيجي وقتا هيجي أجيال ما تعرفش حاجة هنا بيجي دور التوثيق التوثيق شرصنا بيكي وكل سنة وحضراتك طيبة دكتورة سناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العلي سينما شكرا لكي شفت معنا شكرا لكي كل سنة وحضراتك طيبين ومصر كلها طيبة شكرا لحضراتك مشاهدين الكرام في كل مكان وصلنا الآن إلى ختم هذه الحلقة الخاصة من برنامج بنت النيل في ما يخص انتصارات أكتوبر المجيدة في عيدها الخمسين تحية واجبة للقوات المصرية وتحية واجبة أيضا لكل أسرة شهيد في هذه الفترة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة